طيب نتكلم عن المباراة يا عيمد طبعا المباراة يعني نقدر نقول لها مباراة جايدة هابل بس نتكلم عن المباراة عندك أي حاجة في هذا يعني أي مفاجأة في هذا الأمر لا طبعا نتيجة سانداونز يعني عيدا نتيجة فكرة 7-0 طبعا نتيجة كبيرة جدا في دور 32 بس سانداونز يعني هو مشروعه مكمل فريق مميز طبعا خسائر فكرة خسارة الترجي والوداد بره ملعبهم طبعا ممكن تقوم مفاجأة من فرق في نيجيريا ولكن فكر نهم برضو سجلوا خارج الأرض ده معناه أن عندهم فرص نهم موجودين فمن وجهة نظر هيبقى صعبة قوي في المطش يعني مطشات القياب يبقى فيه مفاجأة إلا أعتقد فريق الليبي أهل ترابلس والمريخ لأن طبعا القياب هيبقى في ليبيا وارد طبعا أهل الليبي لو لعب بجماهير أعتقد أنه هيلعب بجماهير وارد يقدر يعمل مفاجأة ويحول خسارته من 2-0 أنه يكسب 3-0 يعني ممكن بس دي من وجهة نظر هي أقرب حاجة اللي ممكن تطلع أعتقد برضو إحنا مبسوطين لفرقة زي بيترو أتليتكو للسنة التانية قريبة للدور المجموعات وبنتاج جيدة جيلبرتو كوجوده كمدير رياضي فدي حاجة تسعيدني شخصيا وأعطاك كأهلاوية طبعا نعم مبسوطين أن جيلبرتو ممكن نلاقيه في مصر في المجموعات مثلا مع الأهلي أو الزمالك أو أن هما مكملين زي ما تأهلوا لربع النهائي الموسيقى تبقى حاجة كويسة لأن جيلبرتو طبعا من العلامات في تاريخ النادي الأهلي